وتسعى الدولة إلى وضع شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار وذلك ضمن خطة طموح وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروس من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة المزيد من التفاصيل مع الزميلة آيا كافوري أهلا بكم وضعت الدولة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروس من خلال تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة الإنجاز العظيم الذي تشهده سيناء على مدار السنوات السابقة يعد نتيجة ملموسة وواقعية لتوافر إرادة سياسية آمنة بضرورة التغيير من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة على أرض الفيروس البداية كانت في عام 2014 عندما أعلن الرئيس السيسي عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على الأصعيدة كافة أمنيا وعسكريا واقتصاديا الدولة نفذت وتنفذ إثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال ربط سيناء بالدلتة وبباقي محافظة الجمهورية أما فيما يتعلق بالارتقاء بشبكة الطرق في سيناء تم تنفيذ 2400 كم أطوال طرق رئيسية فيما يجري تنفيذ 500 كم أطوال طرق رئيسية كما تم تنفيذ أيضا أنفاق وكباري قناة السويس بواقع خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة ليصل عددها إلى ستة أنفاق بالإضافة إلى تنفيذ خمسة كباري عائمة أعلى القناة وذلك لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضاءة كذلك تم دعم أهلي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبعي والمشروعات البترولية حيث زادت أطوال خطوط توصيل الغاز الطبعي المنفذة بنسبة 188.4% بين عامين 2014-2021 وفيما يخص المدن الجديدة فإنه تم وجري تنفيذ وتطوير ست مدن جديدة أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة سلام مصر بشار قبور سعيد، مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة أما فيما يتعلق بملف استصلاح الأراضي الزراعية فقد زادت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة من نسبة 118.4% مقارنة بعام 2014 لتسجل 225 ألف فدان في عام 2021 تم تفيض أيضا 13 مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي أهمها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي ستساهم في استصلاح حوالي 348 ألف فدان من إجمالي 476 ألف فدان مقرر استصلاحها بشمال سيناء كذلك تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم أربع مناطق صناعية وست موانئ بحرية بنحو 18 مليار دولار إثثمارات تتوالى خطوات التنمية في سيناء في كل قطاعات التنمية في رسالة مفادها أن الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء لتغير وجهها الحاضر وتضع أسسا للمستقبل ترجمة نانسي قنقر